هل نتحول لموضوع تاني دراسات جديدة بتحضر من مخاطر تفاعل أزايز البلاستيك مع الميا قالت إن إزايزة الميا الوحدة ممكن يبقى فيها ربع مليون قطعة من البلاستيك الدقيق ربع مليون قطعة من البلاستيك؟ رقم كبير جدا يعني إحنا لما بنسمع ده بنفتكر إن أجدادنا ما كانش عندهم للأسف الشديد الأمراض اللي بنسمعها دلوقتي المنتشرة في كل العالم وكانوا بيشربوا من حاجات كنا نعتقد إن فيها شوائب زي الأولة مثلا أو الزير لكن هذه الشوائب لم تكن ده نظام فلتر طبيعي ده فلتر طبيعي بل الزبطة خلينا نعرف يعني ده بيحصل إزاي وإزاي نتجنب هذه المخاطر كلان مشرب الميا من أزايز بلاستيك دفنا النهارة دكتور أحمد الزهاوي استشاري معالجة المياح يكلم عن هذا الأمر أهلا بك دكتور محضراتكم من دكتور أحمد الزهاوي أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتك وفي البداية إيه هي خطورة تناول المياه في زجاجات بلاستيكية خلاني نتكلم بس أن في أي نقطة أول نقطة أن أول حاجة أن ممكن كل حاجة أولها خطورة أولها استخدام آمن فتداول المياه في زجاجات بلاستيك معها بتطلع من الشركات هي آمنة جدا لكن إعادة استخدامها بشكل مختلف هنا يبقى فيه خطورة لأن بيأكمن فيه إعادة استخدامها مرة أخرى سواء كانت المياه بملها مياه عادية أو بملها مياه سخنة فبيحصل تفاعل المياه السخنة مع البلاستيكية لكن هي المشكلة كلها خطورة تداول المياه في عدل استخدامها مرة أخرى طيب دكتور خلينا ناخد الكلام كده بالتفصيل حريطك بتقول لما المياه بتتسخن أو يتحط فيه أزايز المياه مياه سخنة زماني نحن صغيرين كانت جارة العادة كده في العربيات وفي الأماكن كنا بنسيب إزازة المياه لمدة أيام عشان يبقى معانا مياه في العربية احتياطي سواء ما عايزين نشرب أو لو حتى عايزين نزود العربيات مياه ده كان أيام أهالينا دلوقتي إحنا عارفين أن نتعرض إزازة المياه لأشعة الشمس حتى بنقول للناس ودايما كتير بنلاقيهم بيحذروا لو لقيتوا كاراتين المياه معرضة للشمس ما تشتروهاش أو ما تاخدوهاش إيه اللي بتعمله الشمس في إزازة المياه؟ حدريك الشمس عاماتاً لما بتتعرض لإزازة المياه حدريك لو تلاحظ إن إحنا اللي بممتلك إزازة المياه في العربية ببقى فيه بعض البخار مكسف في الجزء اللي إحنا بنسيبينه هو ده نتيجة إن فيه حصل تسخين لدركة الحرارة بسيط التسخين البسيط هذا ده أدى إلى تفاعل بسيط جداً بين المياه وبين الإزازة الإزازة ديت بتبقى بجاية منين؟ يما إزازة مثلاً حاجة بلاستيكية مشروب إحنا بنفضناها وبنستخدمه تاني وده أكبر غلط أو إزازة مياه كون إحنا شرزناها وبعدين بنعيد نستخدمها تاني مرة أخرى هو ده اللي أنا أتكلمته فيه قبل كده فلكن أنا مثلاً ببسطة في الشمس فترة كبيرة جداً ده من الصح المفروض إن أنا أحاول أحطها في مكان مغلق لإن الشمس عامة أو درجة الحرارة أو عشعة الشمس لما تتصلت دايماً على إزازة المياه وبتكون متفتاحة وبتبقى مش كويسة جداً أو مش مطلوبة لإنه ممكن يحصل تسخين شوية في إزازة المياه تسخين بسيط يؤدي إلى تفاعل مع المياه مع البلاستيك وبالذات كمان مع سوق عاد تدوير كمان إننا بأستخدم إزازة المياه تاني مرة أخرى يجي من مشكلة هي المشكلة هنا طب نشرب المياه في إيه؟ نشرب المياه عادي جداً نشرب المياه في إزازة بلاستيك في كباية بعض الأزازة ممكن تستخدمها مرة واثنين وثلاثة أكوادها إيه؟ لأن ليها أكواد يا دكتور أنا أه طبعاً طبعاً هي بحقيقة بساً الكود مثلاً رقم خمسة دي مثلاً ممكن تبقى مثلاً ممكن استخدمها في إعادة ممكن الكود رقم خمسة ببقى أزازة غالية شوية فكرة إن أزازة المياه اللي بنجيبها كده عادي من السوبرماركت أو من أي مكان دي لا نستطيع إعادة استخدامها مرة تانية ولا إعادة تعبئتها مرة تانية؟ تمام يا فندم أنا حاضريك أنا يعني إيه الفرق بين إزازة المياه اللي أنا ممكن أقام لها من حنفية الكبير لأنه نرأت لك أي منافسك إن كده عادي أي من أجزاء المياه اللي ماشتراها من سوبرماركت إزازة المياه اللي باشتراها من السوبرماركت أول باسمع Sig op taicca هذه سفوع تمام وانس إنك أنت مالتها تاني إنت كده فيه فيه مشكلة عندك تمام سهلاً while functionality يكفي مشكلة إذا أنا مالتها بمياه تاني عاديه في العربية أو في أشعة شمس كده فيه مشكلة عندك هيحصل تفاعل такوți آسم المياه إل إذا كانت ملتها إن كده فيه مشكلة عندك وتبقى مثلا لها أحجام متناسبة جدا مع حجم اللي أنت عايزه وبتملاها مية من الحنفية عادي فيها شفا مشكلة هنا بيحصى الرقم الكود رقم 5 دوت ده أكسيف وآمن حسن المعايير ما بيحصلتش تفاعل بين المية وبين إزازة البلاس طب أنا طرحت سؤال حريك ما سمعتنيش كويس يا دبتر أنا بقول لحضرتك إحنا فتحنا إزازة المية وشربناها وقعدنا مليها بمية بنفس درجة الحرارة ومية عادية خالص فين بقى المشكلة ليه ما نستخدمهاش إيه مشكلتها لأن حضرتك إزازة البلاستيك هي مصممة قصيصا لأن حضرتك إزازة البلاستيك حضرت بتيجي من الشركات بمواصفات معينة وليه مواصفات خاصة في الاستخدام المرة واحدة فقط ده الكود بتاعها للمصمم هذا الاستخدام ثاني حاجة إن هي معقمة بالأزون فبالتالي هي كده كده كمان هي كده سيف وآمن من ناحية الاستخدام والتداول ده إحنا لسه في مشكلة كباب نتحدث في صورة تداول طيب أنت بتستخدم مية من حنفية أنت مية من حنفية دي مية متغيرة أنت عرفت من أن المية دي ممكن يحصل منها تفاعل بين المية وبين البلاستيك الإزازة فأنت أرد ما بتشفب منها تمام هقولك أنت ممكن يحصل تفاعل بسيط لكن مع عادل الاتخدام أكتر من كذا مرة لهذه الإزازة هنا بتكمن المشكلة صحيح دكتور يعني لقدر الله لقدر الله الدراسة بتقول أن الجزيئات البلاستيكية الصغيرة دي قادرة على تصرب بحرية كبيرة جدا في الأمعاء والأوعية الدموية وبتنتشر بشكل أعمق في الأنسجة المختلفة للجسم خطور ده وأهم الأمراض اللي ممكن لقدر الله تسببه هذه الجزيئات البلاستيكية في الجسم أنا هتكلم بنقطة بسيطة جدا حضراتكم الإنسان العادي اللي بيجي يشرب مية بيشرب مية بيشب المية بيجي ينزف المعدة لما بيجي يلاكل أي أكل أكل بيقدم وينزف المعدة طيب لو أنا ما تأكدتش أن أنا قدرت أكل الأكل السليم والآمن والشرب الماء السليم والآمن يبقى أنا كده هتحط نفسي في الخطر على المدى البعيد بيحصل بمعنى إيه؟ إن الأكل والشرب إن الجزائيات البلاستيك النانوديات ممكن بيحصل تفاعل من خلال عدم وعي الإنسان في نوع البلاستيك أو اللي بيستخدمه في هذا الأكل أو الشيشة بمياه في نوع اللي بيشربها فبالتالي اللي بيحصل إيه؟ إن هي الأكل والشرب بيخش في المعدة فمع فترات العمر ومع التكرار ومع عدم الوعي ممكن يحصل ترسبات لهذه الجزائيات المياه في المعدة والأمعاء فبالتالي اللي بيحصل إيه بعد كده أنها ممكن تنتشر في الجسم وبتحصل بعض الأمراض أكيد كل شكر لك الدكتور أحمد الزهاوي استشاري معالجة المياه شكرا جزيلا لحضرتك أعتقد أني دعوة للعودة للطبيعة مرة أخرى والعودة للتراص الأجداد في شرب المياه الزير والأولة أو الإزازة المياه الإزاز عايدي مش لازم نرجع ده حقيقي على أي حال يعني كلها حلول أجدادنا ما شفناش معهم أمراض هذا الجيل لأنه هم في النهاية كانوا بيستخدموها مش هديني خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معكم بقية حلقة